احنا النهاردة عايزين نعرف منك قصة ازيس وازوريس اللي هم بيقولوا عليها العقيدة المصرية يعني مش عايزة تقولي اي حاجة عن الحلقات انا الفكرة والي احنا عاملين كده اصلا اوكي ممكن الاول نقدم دكتورة مونيكا حنة مبسطين قوي قوي ان هي معنا النهاردة دكتورة مونيكا علمت مصريات وهتحكي لنا قصة ازيس وازوريس ونتكلم عنها شوية وده بنتمنى يعني انه يبقى اول حلقة من سلسلة بنسمع فيها حواديد مصر القديمة لانه مفروض ان ده تاريخنا ومفروض ان هم دول اجدادنا واحنا ما نعرفش عنهم حاجة خالص ما نعرفش اساميهم ما نعرفش انه بيعملوا ايه ما عرفش بيعبروا عن ايه يعني يعني نعرف كده يعني الاسامي كده يعني حورس مثلا معنا الاسم ده قبل كده وبنشوف عين حورس دي بس ما نعرفش بترمز لايه وايه العلقتنا بيها فاعتقد ده مهم ان احنا نعرفه واعتقد انه ده ممكن يقوينا لانه ده تاريخ عظيم واجدادنا دول جمال قوي ويمكن لو عرفناهم نحبهم ونحب نفسنا اكتر ونحس ان احنا اقوية بقى وشجعان وكده ويبقى عندنا بقى ثقة في نفسنا وكده تبقى حاجة جميلة وهو دينية يعني هي دينية طبعا يعني حكاية ازيس وزوريس ووسات وحورس هي حكاية مشهورة جدا من الميثولوجيا المصرية القديمة هي لو هنيرجع برضو مرة الورا نتكلم انه المصري القديم كان عنده اكتر من حكاية للخلق اشهر حكاية للخلق هي بتاعة ازيس وزوريس بس هي بتيجي ازاي ان اتوم الاله اتوم شاف النون او الولا حاجة الولا حاجة دي كتب عبارة عن مية كثيرة ما فيهاش شمس وريبة شوية للفكرة بتاعة سفر التكوين في طريقة خلق الارض انها كانت الارض خاربة وسودة ومعليهاش حاجة ففي الميثولوجيا المصرية القديمة بيقولوا انه زهر الاله اتوم وراح الاله اتوم خلق السماء والارض جاب ونوت اوكي وبعد كده جابوا نوت خليفوا اولاد لما جابوا نوت دول هما كمان رمز تعاقب الليل والنهار جاب الهي الارض ونوت الهي الشمس وانه الشمس الاله رعى مع الاله نوت هو نوت كل يوم بتبلع القرص تا الشمس ويعني انه رعى ده هو ابن نوت وجاب بطريقة ما فنوت بتبلع قرص الشمس السبح لا نوت بتبلع قرص الشمس في المغرب وبيعدي ساعات الليل جوه جسم نوت قرص الشمس لنوت طبعا المصرية القديمة لسه ما كانوش جب السماء ولا الارض جب الارض جب الارض نوت السماء جبوا نوت جبوا رعى جبوا رعى خلاص الشمس شمس بنتهم يعني شمس ابنهم ابنهم خلاص فنوت الصبح تولد الشمس خلاص عندما تولد الشمس تاخد الشمس في بوقها تاني اخر اليوم تاخد الشمس في بوقها ويفضل رعى يعدي في جسم نوته الليل اللي هي ساعات الليل لحد ما تولده تاني الصبح فده كان أول تفكير للمصري القديم ليه إزاي الحياة بتتجدد إزاي الشمس بتسحى علينا الصبح وإزاي بنعادي في ساعة الليل وإزاي إنه ما فيش صبح بيجي من غير الشمس وإنه هو ده اللي بيحصل ده الحاجة السابتة في حياة المصري القديم وحكاها بالطريقة دي فطبعا بقى أولاد جابوا نوت تانين غير راع كانوا أذريس وإزيس وست ونفتيس فنفتيس وإزيس مفروض إخوات وست وأذريس مفروض إخوات إحنا دايما بنشوف أنه ست ده إله الشر بس الحقيقة هو ما كانش إله شرير الملك كان إيه؟ يعني عندنا الملك ستي الأول اللي يبقى بابا رمسي ستاني هو كان إله السحراء وإله الحرب وإله الحاجات يمكن المصري ما بيشوفهاش كل يوم هو كان بيخاف منه ولكن المصري العادي كان شايف أنه ست ده هو إله الشر هو بيرمز لكل الحاجات اللي المصري بيخاف منها بس في نفس الوقت هو محتاجها هو محتاج السحراء عشان يعرف يروح يحارب ومحتاج القوة الخفية للسحراء فهو المصري كان دايما عنده حكاية النحيتين وزوريس وست كان عنده معت إله الحق وإسفت إله الكاوس والشر والأخبطة وكل حاجة حتى إحنا نقول مزفت لحد النحر من إسفت فهو المصري كان عنده دايما الخير والشر والشعر معت الحق مش بس الحق كمان الحق وإحنا نعمل حاجة صحة ومزبوطة وتمشي مزبوط ومقابل معت اللي هي دايما بتترسمه على رأسها ريشة اللي في الآخر مفروض أن احنا نقابلها في العالم الآخر توزن القلب بتاعنا قدامها بقى إله اللخبطة وأنها تبقى كل حياة مش ماشية زي ما مفروض تمشي والعك إله العك ده بقى هو إسفت فهو المصري القديم كان دايما عنده الإحساس ده إنه زي ما لازم عشان يكون في خير لازم يكون في شعر وعشان يكون لازم هما اللي اتنين يوزنوا بعض ما فيش حاجة اسمها إنه هيصود الخير أو هيصود الشعر إنه هما اللي اتنين في خناقة على طول فهي حكاية إزيس وأزوريس بتورينا نفس الإيديولوجيا المصرية القديمة بتاعة الخير والشر وإنه دايما حتى ما فيش انتصار صحق للخير وما فيش انتصار صحق للشر هما اللي اتنين بيوزنوا بعض دايما ده المفهوم المصري القديم وأنا بشوف إنه دي حكمة حقيقيا إنه إحنا كتير بنبقى زعلنين إنه إسفت بيسود لكن قدام إسفت بيبقى فيه معت دايما بتحاول إنها تمشي الحاجة صح فهي دي الفكرة المصرية القديمة حكاية أزوريس وأزيس وساث وحورس هي حكاية بنفس المفهوم وحتى بنلاقي نفس الحكاية دي بتجدد في الأدب المصري القديم يعني حتى مثلا في حكاية من الأدب المصري القديمة بحبها قوي من العصر الانتقالي الأول اسمها The Admonitions of Epware أو بلاوي إبوار السوداء أنا بسميها كده إبوار ده بيجي بعد ما مصر بقى بعد القولة كانت فيها في الدولة الأديمة وتتفصل بقى في العصر الانتقالي الأول وترجع مصر الشمالية ومصر الجنوبية بيقعد يحكي زي إنه مصر العظيمة القوية دي تفككت وبوزت ومش بس كدولة كمجتمع وبيقعد يقول إنه يعني بنعرف من التكست ده إنه الأهرامات تسرقت إنه بيقول إنه حتى هرم خوفه والأهرامات الكبيرة تسرقت وإنه كل الناس بتسرق وكل الناس بتجذب وهو في الآخر حتى بيقول مش ممكن أثق في صديق عارفة زي الأغنية اللي بتقولك ما فيش صاحب يتصاحب فهي نفس الحكاية ولكن في الآخر في الآخر بيعزي نفسه وبيقول إنه عارف إنه هو قوي وعارف إنه المجتمع هيقدر يقف إحنا يمكن آخر حتة مقطوعة من البردية اللي كان فيها الحكاية دي ولكن في الآخر بنشوف إنه يمكن بعد الكرسة اللي حصلت دي فيه بريقة أمل هتحصل يعني ليه شخصيا وللدول فهي دي الفكرة في الأدب المصري إنه دايما فيه زي الفيلم كده فيه مشكلة وزي المشكلة دي بيحصل لها ريزولوشن في الآخر زي أغلب الحكايات اللي كانت بتتناقل فحكاية بقى إزيس وأزوريس وست هي إنه ست بيغير من أزوريس وست كان متجاوز نفتيس وأزوريس أقربي شوية صحا كويس كده؟ تمام يعني فالحكاية إنه ست كان متجاوز نفتيس وأزيس متجاوزة أزوريس فإحنا ما بنسمحش كتير قوي على نفتيس في الحكاية لكن بنسمع أكتر بين أزوريس بقى وست وأزيس الحكاية إنه ست بيغير من أزوريس وبرضو أنا بشوف إنه ده مش حاجة غريبة لأنه كتير إخوات بيترابوا مع بعض بيترابوا يغيروا من بعض وأحياناً بيبقى يمكن الغريب يعني هو كمان بيحاولي جسد فيها مشاعر طبيعية البني أدمين العادلين بيفوتوا فيها يعني هو بيحكي هي حكاية الأليهة مش حكاية البشر ده يمكن هو بحس الغيرة كمان يمكن أول إحساس وحش الضفل بيحس لأنه بيبقى عنده أخ يا أم أصغر منه يا أم أخ أكبر منه وفي الحالتين حاجة مزعجة يا أم الأخ الصغير واخد كل الأتنشن يا أم الأخ الكبير واخد كل الأتنشن يعني فهي أول أول أساسة بالجلاشة بتحصل بيحصل بيغير وبالذات بين الإخوات يعني يمكن أول حد إحنا ممكن بنغير منهم قبل ما نروح المحرزة أو ما ندناش لسه أصحاب أسكن هو أول وهي شوية زي هي قصة قيينه هبيل برضو يعني هي برضو دي إيكوز كانت غالبا موجودة في كل استقافات في الوقت ده إنه هو عايز يقتل أخوه وهم أول ناسة هم دول بقى الولاد بتوع يعني أحفاد أتوم هم دول الأليهة وهو الماصر دي كان بيتعتقد إنه الأليهة الأول كتعيشة في ماصر قبل ما البني أدمين يدخلوا إنه في الآخر خالص بيفضلوا الأليهة في الآخر خالص خنوم هو بقى اللي بياخد البني أدمين كده يعملهم على الفخار على العجلة بتاعت الفخار من التين وتيجي الهي الإلهة على شكل الدفضعة دي تنفخ فيه فيبقى بنيئة وواو وشافني في دفضعة في الموضوع حكاة فهي دي الحكاية فهو البشر دول إحنا وهما برضا شايفين إحنا من التين لأنه أكيد كانوا بيعملوا observation إحنا في الآخر بنتحلل وبنرجع للتين تاني هي نفس الفكرة فهو أصلا معروف من الأول دول أليهة دول أليهة وهم مش نفس الحقيقة مش نفس الحقيقة فطبعا هو اللي حكى الحكاية أو كتب الحكاية اللي احنا جات لنا اللي أصارت بعد كده في الميثولوجيا هو كان بيشوف في المجتمع إنه إخوات كتيرة بيغيروا من بعض ومش شرط يكونوا بيحبوا بعض فإنه سيث كان عايز هو اللي بقى بقى القوي جدا فبيغير من أزوريس فبياخدوا بيتخنقوا وبيتعاركوا أزوريس كان هو الملك أزوريس كان هو الملك أيوة وهم دول أول ناس مش أول ناس أليها بعد أتوم هم دول لسه مش بشر دول لسه أليها هم أولاد أتوم يعني أتوم 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 ده ملك بيجي بعد كده متأخر بس هو بيبقى موجود برضو من الوقت ده بس يعني ليه حكاية تانية ليه ميثولوجيا تانية أتوم بالميم اللي هو كتير بنشوفه بيطلع من ظهرة اللوتس كده الله إنه هو اللي خرج من الحاجة المقفولة تماما الضلمة كده زي ما اللوتس بيطلع من النيل الغامق الإسود كده هيا نفس الفكر فإزيس وأزوريس بقى يعني الخناقة بتبتدي إنه بيبقوا أزوريس هو الملك وإزيس ميراتو فاسس بيغير فبيقرر إنه هيقتل أزوريس فبيعمل وليمة كبيرة وبالحيلة يعني بيحتال على أخوه وبيقتله ومش بس بيقتله كمان بياخد جسمه ويقسمه على الـ 28 محافظة أو إحنا بنسميه النوم بتوع مصر وهي دي فكرة إنه ليه إحنا في مصر عندنا النوم إحنا ليه عندنه محافظات إنه هو اتقسم كل حطة أخذت جزء من جسد أزوريس في محافظات بتاعتنا دلوقتي هي تبعا تغييرت هي زمان الأسامي مختلفة الأسامي مختلفة والتأسيمات مختلفة التأسيمات الجغرافية مختلفة بس تأسيم الأقاليم المصرية الأديمة هي برضو لها دعوة بكل قليم أخذ جزء من من جسم أزوريس وفي الآخر إزيس بتعملها إزيس هي كمان إلهة الحب وإلهة الهيلينج إلهة الشفاء فبتلم الأجزاء دي من أماكن كتيرة وبنقرأ في الميثولوجيا أحسن حد مترجمها ميريوم ليشتهايم يعني أمعرفش كتب عربي للأسف بس نحاول نحن ندور مين أحسن حد مترجمها فبتأخذ أجزاء من جسمه من المحافظات وبتلمه ومن خلال السحر بتقدر إنها تخلف منه حورس حورس بقى بيكبر وعايز ياخد بتربة بقى من سات فبنشوف بقى معارك دمية وقوية جدا بين حورس وسات اللي بيوصل إنه السات في الآخر بيقلى عين حورس ولكن برضو إزيسه حد حور أفتكر بيتلمه وبيرجعوله بيشفوه عينه عشان كده إحنا فضلت عين حورس هي عين الشفاء والعين اللي تحمي إن أنت حتى لما تاخد ضربة هتخف وهتوقف على رجلك فهي أنا أفتكر إنه الحكاية بتاعت إزيسه حورس هي حكاية ملحمة يعني اللي هي خناقة وناس ولكن هي فكرة إنه أنت في الآخر يعني الكويس هيعرف يوقف قدام الوحش طبعا بقى في الحكاية نفسها كمان فيها جزء مهمة جدا وهي إنه أزوريس بيبقى إله الموت أزوريس بينزل تحت الأرض خلاص ما بيقدرش يرجع إيش هي بتاعش تخلف منه لكن هو بيفضل ميت ولكن لأنه هو ملك وهو قوي بيبقى ملك أو إله العالم الآخر ويعني أهم جزء من جسمه أزوريس بيقع في منطقة ما فبتاكلوا مثلا اللي هي السمك والأرموت اللي هي الكاتفش شكال المصرين كانوا يحرموا أكل الكاتفش وبيقول بقى إن أزوريس كان مكان حكمه هو في مدينة أبيدوس في سوهيج ويقال إنه أبيدوس في سوهيج هي بوابة العالم الآخر وعشان كده المصري الأديم كان بيحج الأبيدوس هنلاقي أغلب المقابر عليها دايما مراكب حتى لو مراحش الحج ولكن كان دايما المصريين القدماء بيروحوا يحجوا الأبيدوس زي ما نهارده ناس بتحج المكة وناس بتحج للأدس هي نفس الحكاية المصري الأديم لأنه هي اللي فيها مدفن أزوريس وده كان غالبا عشان كده في معبد الأوزايرين موجود هناك وحتى لو أنت هتعمل مقبرة في سقارة كنت بتحط ستيلة يا أزوريس افتكرني وكان دايما فيه حساس أنه الروح هتعدي في الجزء من الحكاية بقى لما بنقرأ في الدولة الحديثة بقى كتاب الأمضوات اللي هو كتاب العالم الآخر اللي بيحكي بقى مليان وحوش ومليان تحابين ومليان خناءات واتجحوتي واقف بيكتب كل اللي انت عملت أكلتي في اليوم ده سمك ما ينفعش تكلي أو زعلت سيجارتك أو رميتسي حاجة مش كويسة في النيل كل حاجات دي وبيجي حاسب يقول لأ بس هي أروكت كويسة وعملت كده وعملت ده كويس وخلت بالها من عائل جارتها لما ميت ويجي في الآخر يحط الأعمال دي تجحوتي والقاعد بيكتب فياخدوا القلب بتاعك اللي عملت كل حاجات كويسة ومش كويسة دي ويوزنوه فهو كمان معناه أنه يعني ما فيش حاجة بتمحي كمان حاجة كويسة لكن هو القلب لو هو تقيل بالأعمال السيئة هيوزن أكتر من ريشة ماعد فلما يوزن أكتر من ريشة ماعد فيه بقى وحش اسمه العمعم عرفوا احنا صغارين لما نقول لعائلة صغارين كل هم هم كده هو غالبا من العمعم ده العمعم ده رأسه رأس تمساح وجسمه جسم فهد ورجليه الورانية رجلين سايد اشترا فرسنا حاجة مرعبة كده هي بتاكل القلب بقى وانس بقى ان العمعم ده أكل قلبك خلاص مش هتروح العالم الآخر ولكن لو قلبك ده وزن خفيف قلبك خفيف حتى لما يقولك انه واحد قلبه مش اسود روحه خفيفة كده ما بيشلش من الناس لما أعمالك تبقى كويسة وقلبك يبقى خفيف وما توزنش أكتر من ريشة الماعد خلاص بقى تروح بقى في الحياة الأخرى اللي هي اسمها ده فيلد زوف يارو أو الغيط الغيط بتاع يارو اللي بالزبط زي مصر اللي انت كنتعيش فيها بتاكل وتشرب ويبقى عندك النيل وعندك الحيوانات وعندك الأشجار وكل حاجة فهو ده كان فكر مصر الأذيمة المصري الأذيم واللي كان بيحاول يقرأه من خلال الميثولوجيا بتاحت العالم الآخر ومن خلال الحكايات اللي كان بيحكيها بشكل مستمر وعاو واقل الدولة الحديثة اللي بتحكي بقى خناقة بين بس هو دايما هي ده الخناقة اللي بوزت سومة الإله سات ولكن الإله سات ما كانش يعني هو كان إله السحراء وإله الحرب وعشان كده الملك سات الأول سمى نفسه سات على سات الأول لأنه هو كان إله السحراء وإله الحرب وهو كان شايف أنه هو محتاج الرموذ القوية دي فهو برضو أنه ما فيش شر كامل وما فيش خير كامل دايما الفكرة دي أنا اللي فهمته كمان أن حرس ما أتلوش لا هو ما أتلوش هو بس نفا باين في السحراء نفا في السحراء وكت صاحبتي اللي حاجتلي القصة قالتلي أنه هو كمان كان كان كمان رمز للبقاء آه رزيليونس وسيرفايفل يعني هو سات مش بس هو إله الشر هو إله يعني هقولك عارفنا ما يبقى فيه حد بلتاجي بداية ناس تانية بس أنت محتاجة البلتاجي ده عشان تتخاني مع بلتاجي هو كمان يعني هو ده كان الإله سات اللي هو الرجل القوي آه هو داي أخو حورس ولكن مصر كان بتحتاج المصريين كانوا بيحتاجوا سات بالذات لهو مسافر في السحراء عشان يحمي الإله سات مثلا مقابل بقى قبائل هتجي تتخانق معاه أو كده وحتى إحنا دايما بنشوف على السمى طاوي اللي هي النبات على التمثيل اللي هي نبات اللوتس اللي مربوط في البرد السمى طاوي سمى يعني الذي يربط طاع يعني الأرض وي يعني اتنين فالذي يربط الأرضين دايما بنشوف أنه حورس ماسك ناحية بيربط وساس ماسك الناحية التانية بيربط فإنه اللي بيحمي مصر هم الناحيتين مش واحد بس يعني بنشوف دايما على التمثيل بالذات تحت حكم الملك يعني على الكرسي بتاع الملك على العرش دايما هتلاقي نبات السمى طاوي وبيشدوا النباتين دول يربطوا في عقدة ناحية حورس وناحية سات لأنه المصري فاهم أنه محتاج اللي اتنين واسمه كمت عشان هو الأرض السودة ولكن الأرض السودة دي بيحدها دشرت سحرة من الناحيتين فهي مصر مش بس كمت هو كمان محتاج دشرت عشان يحمي تخوم البلاد آه that's so smart طب وإيه حكايت إنه إيه حكايت إنه حورس اتخذ عينه بس بس كسب عين البصيرة ده 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 مفهمتش برضو الفكرة دي يعني كانت معناها إيه هو إنه حورس لما عينه وقعت إزيس وأفتكر إنه بمساعدة حتحور رجعوله العين دي ولكن فضلة العين دي بقى هي رمز الحماية رمز كمان الحماية إنه إنت لما بتحيرب مش بس بيبقى معاك يعني مش عين تلتة يعني لا لا أنا ما عاريتها عشان هي عين تلتة بس يعني ممكن نبص في النيو ايج ممكن يكونوا بيقولوا عليها الثيرد آي يعني يعني إحنا ممكن نبص سوى في السكريبت لكن هم بيقول حكاية الثيرد آي يمكن أنا غلطانة أو يمكن لا أنت أكيد مش غلطانة هو أكيد فيه بقى بقى عاش علاقة بالأجيبتولوجي بتطلع يعني بتطلع حشان كيف أسألك يعني هل ده الفكرة دي أصلا عادت عليك يعني يعني لا أنا دي أول مرة أسمحها بس يعني إحنا في الحقيقة ما عندناش راجل مصري قديم أو كاهر مصري قديم يقول لنا هما فعلا كانوا بفهمين إيه ولكن إحنا بنحاول نقرأ من اللي عندنا فيه تانية إحنا ما نقدرش نحنا نكون حكر على تانية حسنا فيه كتاب لطيف تعالى اسمه أو علوم المصريات الموازية اللي بيحكي على وبيحكي وأنه طبعا هيا دي مش الفهم العلمي للأمور ولكن إحنا نعناش مصري قديم يجي حكي لنا يقول لنا لا إحنا كنا بنعلمهم كده في المعبد فإحنا بنقول ولكن ما نبقاش أبدا بنقول ما في المية من اللي إحنا فاهمينه لأنه فيه جزء كبير ضايع وفيه جزء كبير عد عليه سنين كتير قوي إحنا مش فاهمينه فلكن إحنا بنحاول نفهم ونقرأ لحد ما يعني القدامنا طبعا فيش حاجة سماء أن إحنا نعرف نقول الكلام بشكل موضوعي كل واحد بيقول على حسب هو كمان يعني أكيد أنه الشخص المسيحي اللي بيقرأ الحكايات زي بيترجمها بشكل معين أكيد الشخص المسلم اللي بيقراها بيترجمها بشكل معين شخص اللذيني بيترجمها بشكل معين يمكن الشخص البوذي بيترجمها بشكل معين لأنه إحنا كلنا أن إحنا نقرأ الحاجة باللي إحنا كبرنا عليه هي القصة دي فيها في تشابه كمان لقصة تانية دينية إيبا زي إيه اللي هي قتل 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 هبيل يعني شوية اللي بيقولوا إنه في الخل إنه قتل هبيل فهي وإنه كان أخوه يعني بيتقال برضو شوية على الموضوع ده لأ وحتى مثلا في البوذية مثلا اللوتس في البوذية مثلا بس اللوتس شكله مختلف اللوتس البوذية عريض وكبير غير اللوتس بتاعنا ده يعني بتاعنا كمان لنه أزرق أيوة أيوة بزرق ده لوتس مختلف آه فده بيكون لوتس مختلف يعني طبعا أنا بشوف إنه يمكن هاي إزيس وأزوريس من الحكايات المشهورة ولكن لو نقرأ الأدب المنصري الأديم كله في دايما themes recurring أو في دايما أفكار بتتكرر هي خنائة الخير والشر ووزنوهم قدام بعض بشكل كبير يعني يعني مثلا الأدب المنصري الأديم في حكاية بتاعة باطا وأخوه في ناس بيقول إنه هي قريبة لحكاية يوسف الصديق في مصر لكن هي الحكاية مختلفة يعني هي بتحكي فيها إكوز فأنا دايما بحب أستعمل كلمة إنه مش حد غشش من حد أو حد نقل عن حد الكلام ده ما كانش موجود في العصر الأذيب ولكن هي حكايات بتتداول وزي ما بنلعب التليفون الخربان أنا بحكي لك حكاية أنت بتروحي تحكيها لأريك أريك بحكيها لحد تالت لكي بتغير بس هي في الآخر هي تقريبا هي قصة الكون يعني يعني خير وشر ونور وظلمة فهي أصلا قصة بعين قاوي أنا ما سمعتها حاسيت أنها لاين كينغ خالص أيوة موفاسا وسكاير أيوة لحد كبير هي آه هي يعني وكمان أنا تقدريت كمان تشوفي أنه قبل الأديانة الإبراهيمية كان فيه تواجد للستات في الحكايات بشكل كبير أنه أنه إزيس هي اللي عارفة تخلف هي بالماجيك بتاعها بالسحر بتاعها عارفت وأنه اللي في الآخر أنه حورس ده كان إله وإله بيحارب وهو إله الملكية في مصر القديمة يعني أي ملك لازم حورس يجي يقف على رأسه لكن حورس لما عينه وقعت اللي شفهاك كانوا الستات فأنا كنت بشوف دايما أنه يمكن قبل الأديانة الإبراهيمية الجندر طبعا لو هنالكلم على الجندر في مصر القديمة آه الستات كانوا فعلا ماخدين حقوموا لكن برضو كان مجتمع ذكوري ولكن إلى حد كبير كان مختلف عن الستات في كل العالم القديم الستات كان ليهم حقوق أكبر بكتير من أي مكان في العالم القديم لكن تقدري تشوفي في الحكاية معلوش زي يعني ايه كان الحقوق يعني موجودة أكتر في مصر اللي دي ملاك لا الستات كانت تقدر تتجوز وتقدر تتطلق وتقدر تورس وتقدر يبقى عندها أرض ملكيتها الستة كانت كائن مستقل بذاته كانوا بيتعلموا بس بيتعلموا أقل من الرجال نسبة التعليم كانت موجود ولكن أقل من الرجال هنشوف في الحكم يعني احنا اللي حكمونا ستات كانت تيمكن شوية مرنيس في ما قبل الأثرات وبعد كده يحوط بحربة بس ما ما حكمتش عندنا بعد كحدش بسوت الوحيدة اللي حكمت 16 سنة وحيدة تقريبا بعد كده فيتها أثرات حكمت حتها صغيرة وبعد كده كده كليوباتر فطبعا كان مجتمع ذكوري وكان شايف أنه الملك لازم يكون راجل ولكن ده ما كانش بيمنع أنه ستات كان ليهم حقوق أحسن بكتير من يعني لحد قرن لشكل حالة ستات لحد قرن العشرين يعني حد دلوقتي صح فتشوفي كمان في الحكاية أنه الحكاية كمان فيها ديوالتي مش هي أخناقة بين رجالة بين لا هي كمان الستات كان ليهم دور مهم وأنه الستات هم اللي مسكوا الكوهيجين بتاعتها الستوري أنه لو كانت إزيس معرفتش تخلف من حورس يمكن كان هاينقاطع الملكية بتاعت أزوريس وهو فضل بعد كده سيث مش هو الملك في الميثولوجيا ولكن حورس فضل هو حتى المسؤول عن كل الملوك اللي بيقوا في مصر حورس 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 هو إله الملكية وكان أي ملك حتى في الدولة الأديمة تشوفي أنه كل ملوك خفر على رأسه حورس كل الملوك لازم يجي حورس ويقف على رأسه فهو حورس ويعني حتى هتلاقي دايما كتير أنه السؤور بتطير فوق الأماكن هي نفس الفكرة فما كانش حورس هينفع من غير العملات وإزيس فأنا بشوف أنه هو ده بروجريسي أو يعني واخد يعني بيحكي آه ما كانتش طبعا الستات في مصر الأديمة واخد حقها بس كنت واخد حقها أحسن بكتير من ستات كانوا عايشين في القرن 19 وقرن العشرين معا العلم الأخر ده إيه العلم الأخر ده كان تفسير المصر الأديم للحياة الأخرى اللي هي ايه بقى يعني temat المعلومات اللي عندنا أنه المصري كان شايف أنه يعيش بردو في مصر أنه مصر دي هي الجنة يعني يارو دي لما كان بيرسمها كانت هي الحياة الأخرى هي الجنة وهو كان شايف أنه المكان اللي عايش فيه ده أحسن مكان في العالم النيل مصري دي طبعا كان النيل بيفيد في موسم الزراعة عكس مثلا النيل النهر ده في ديجلا والفراط كان بيفيد في عكس موسم الزراعة كان بيطار ويعمل سدود وطيرا وكده لكن مصري ما كانش بيحتاج يعمل كده النيل بيجي له الفيضان بيبتده من أواخر يوليو لما النجم الشعري بيطلع ويفيد في الوقت ده كان يمكن بيعمل أبنية كبيرة يعمل حاجات ولما الماء تبتدي تنحسر يبتدي يحط البزور تبتدي شوية شوية حتى يجي الشتاء يقولك بردت يشيل الحاجات تخلص على أواخر الصيف يحصد الحاجة ويدفع الدرائب بتاعته اللي كان بتبقى نسبة من الحصد بتاعته وارد وفيرة والفيضان بيجيب معاه طامية فبيخالي الأرض خصفة جدا لدرجة أن هيرودات قال أنه نهر النيل من كتر خصوبته في الأرض يقدر يخالي الستات تحمل يعني كان متخيل أنه الكل حكة بتطلع بسهولة جدا وبتكبر فهو المصري القديم كان شايف أنه هذه الجنة هو عايز إيه أكتر من كده ويربي حيوانات وبردو يعني كانت عشته سهلة هو ما كانش عنده يعني الحكام المصريين أو ما كانش نظام ديمقراطي وما كانش زي ما احنا بنفكر أنه بيحترم مثلا حول إنسان وكذا ولكن هو ما كانش سيء يعني كان فيه نظام ونظام ده برضو كان بيرايح الناس وكان فيه قاضي وكان فيه قوانين وكان فيه سجن فده معناه أنه كمان اللي بيسرق كان بيروح السجن اللي بيعمل مشكلة حين كانوا بيعملولهم مناخيرهم وينفوهم خارج البلاد يعني يعملوا ايه مناخيرهم؟ يكسروا مناخيرهم وينفوهم خارج البلاد يكسروا مناخيرهم؟ كانت جزء من العقوبات يعني طب وليه مناخيرهم مش معنا مناخيرهم؟ معرفش فشكرا حتى أقولك هيكسر مناخيرهم يمكن عشان كده مش عارف لا طبعا نبقى أولا أي كلام وما نعرفش يتنفس كويس أو يبقى شكله معروف أنه هذا كريمانل هو شكله كونفكت هو شكله مجرم أنت مجرم خلص بنعلمك أن أنت إنسان شرير يعني وكانوا ينفوه برا البلاد حين طبعا كان فيه المدى على رقلين دي كتعطوبة يمدهم على رقليهم كان فيه سج فكان فيه law and order يعني كان فيه نظام اجتماعي آه يمكن ما كانش كان الملك هو الأولى قلته والشورة شورته أكيد طبعا كان فيه فساد محترم يعني ولكن في الآخر كانت عيشة مقبولة كانش يعني كانش فيه يعني كان المصري القديم عاشته هنية يعني بيأكل وبيشرب بيجوز وبيغني وبيعمل مقابر فيها فن رائع و بيلبس هدوم بيضا كتان جميلة فهو لم يكن وكان برضو الطب لحد كبير مش وحش يعني هو عشته مقارنة بأي حد تاني في العالم القديم كانت عيشة كويسة جدا هو بالنسبة له العالم الآخر كان أكيد مش هيبقى أحسن من العيش اللي هو كان عايش واو وووو يعني كان متخبين إن الجنة إن الجنة إنهم هيتكملوا في ليشة بتاعتهم بزفت هو حيجمي هو عكس يعني فأفهم فكرة الأشكال اللي يبقى فوت يبقى ك Catch of a واحنا عايشين في نسخة اسوأ من كل حاجة ايوه لا بالعكس انت هتعيش في نفس ايشتك ده لو كان عملك كويس لو انت كنت كويس لو انت كنت وحش العمع ما هيكل قلبك وخلاص ملكش عيشة تانية بيختفي من الوجود تختفي من الوجود وايه حاتك بان يقولك عشان كده حتى الملوك اللي ما كانوش بيحبوهم زي اخناتهم كانوا بيروح يشيلوا اسمهم لان هما كانوا شايفين ان انت الوجود بتاعك ده ان الناس تقول اسمك لكن لما شيل اسمك يبقى انا بشيل كل اعمالك وبشيل وجودك اوكي وهم كانوا مؤمنين بالحياة السابقة يعني ان كل كل لا لا ما كانش الفكرة ده موجودة عند الماثر القديم اوكي يعني احنا ما شوفنا هاش الافتر لايف بس اه ما كانش فيه بيفور لايف لكن كان فيه افتر لايف بس اوكي بس وهو كان بيتخيل بقى العالم الاخر ده انو لما كان بيموت ويتحنط هيرجع روحه تاني عشان كده كان بيحنط جسمه لان هو كان بيقى فيه اللي هي اعادة الروح انو بيمسك عصايا كده الكاهن وبيعملها الممية فبترجع له روحه في العالم الاخر فعشان كده بيحافظ على نفسه وبيحنط نفسه وبيحط كل حاجته لانه هو هيحتاج الحاجات بتاعته الشخصية زي ما احنا بنبقى مسافرين ومعنا الكريون بتاعتنا يعني انه هو محتاج كل حاجته الشخصية دي في العالم الاخر فبيحط ازايز البرفان بتاعته والرجال والستات كانوا بيلبسوا ميك اوب في مارسر القديمة فكمان بيحط الميك اوب بتاعه بيحط هدومه جزمه بيكتب على المقبرة حياته عشان يفتكر انو ده دي مراته ودول عياله انه هو كان بيشتغل وزير عند الملك وانه كان بيعمل كده وكده وكده فهو كمان بيكتب على المقبرة عشان يفتكر وعشان تشهد عليه انه هو كان رجل كويس وانه هو اكل الناس وحتى بنشوف بعد كده ده واضح جدا في كتاب الموتى انه بيقعد يقول انا ما بصتش للمرات جاري وانا ما دايقتش طفل يتيم والست الودو الارمالة ما دايقتهيش وما خدتش حقها وما لوستش ماء التنيل وما تخنقتش وما سرقتش وما عملتش حاجة شريرة كل حاجات دي كانت عشان تشهد عليه في العالم الاخر لان هو كان عارف لو هو كان عمله اسود كان خلاص ملهوش سكة في العالم الاخر وبنشوف بقى طبعا يعني مش واضحة وكل فيه ناس كتيرة بتاعت حياتهم كلها تتخصص في الانضوات ده يعني حاولوا يقروا الوحوش المرسومة والكتابات المرسومة عشان يحاولوا يفهموا بالزبط المنصري يعني فيه ناس بتقضي حياتها 70-80 سنة بس بيحاولوا يفهموا الامضوات ده فاحنا برضو فهمنا الى الان قاصر جدا على رحلة الروح بقى من ساعة ما الميت بيدفن لحد مايروح العالم الاخر ولكن المصري كان مهتمن ويكتبها ويشرحها على المقابر بتاعته فطبعا فيها بقى الساعات وفيها بيترسم احيانا التسوع اللي هو زي زي هيئة المحلفين كده اللي بيقف قدامهم يقول انا ما عملتش وفيها بعد كده الانياد وفيها الاليها المختلفة وفيها جحوطسي اللي واقف بيكتب زي الكاتب بتاع المحكمة هي بالزبط اكنها منظر لمحكمة الروح وهي ده برضو انا بشوف انه ليه اكوز في كل قديم ان احنا يوم الحساب يعني كمان المصري القديم كان مهتم بالرياضيات بالماثماتيكس عشان كان مهتم بالفكرة الحساب دي انه الارض هنا دي مقاس الارض دي ما تجيش تحط يقولوا كده في البرديات ما تحطش كانوا بيقيسوا بالحبل فيجيبوا الحبل من هنا ويحطوا يقيس ويقولك ده ارض فلان وده ارض فلان فممكن تلاقي في الكتاب الموتة بتاعه كاتب او في المقبرة بتاعته كاتب انا حطيت الحبل بالزبط ما كلتش حتة ارض من هنا ولا كلت حتة ارض من هنا فانه هو حسب بالزبط وده كان فكرهم عن ماعت انه هو عمل الحاجة فعلا مزبوطة وما في صراحة حاجاتهم فعلا اللي عملوها كانت مزبوطة قوي يعني يعني بنلاقي طبعا غلطات تدحك ولكن ولكن طبعا هو على قدر معرفته كان في او كان في التزام التزام مقدس وفي نفس الوقت بتلاقي برضو نكت وتلاقي في دير المدينة انا بشوف ان دير المدينة ده احلى موقع اسري في مصر في نكت مصري قديمة اه طبعا ده في كتاب رائع اسمه بيحكي بقى على كل الفينيات او كل الاستراكا اللي بنلاقيها في دير المدينة اللي بتترق يعني فيه كمان اللي هي البردية بتاعت satire of trades دي ممكن نحكي عليها مرة انه بيحكي بيتاريق على انه الرجل بيشتغل في الكتابة كمه بيتوسخ وديه بتعمل والراجل بيشتغل في البتاع بيحصله بيتاريق على بعض زي ما النجار بيتاريق على الحداد والحداد بيتاريق على الرجل بيغزل وكل حاجات دي وواو ودي حاجة انا بشوفها لحد الوقت في شعب المصري انه فكرة النكت والتنكيط على الابتلاء دي حاجة موجودة يعني في الثقافة بتاعتنا يعني فهو المصري كان انا بشوف ان هو يعني هو فعلا المقولة بتاعت انه مصر هيبت النيل دي هو النيل اللي ساعد المصري ان هو يكون انسان هذي وانسان مش داموي وانسان مش مهم وكان بيحارب لما يحتاج يحارب يطرد حد جاي زي الهكسوس او حد بيغلس عليه او شاف ان حد في الجنوب كده كان يعني ما بيهزرش ولكن هو ما كانش عنده افكار استعمارية وتوسعية يعني ما كانش عايز يروح مثلا يحكم كل منطقة لا هو مبسوط عنده ويعني ما فيش حاجة احسن من كده فانا ليه اوجع دماغي وانا مبسوط يعني هو كان عنده الاحساس ده انو انا مش محتاج ابقى استعماري وافتح المناطق كلها اه كان بيعمل كده لما يلاقي انه فيه قلاقة اللي يلاقي فيه حاجة يلاقي انه فيه ناس بتفكر تيجي تاخد ولكن هو قاعد مبسوط هو مش محتاج يروح في حتة لانه هو شايف انه هو عايش في الجنة حاجة جميلة قوي وعطاك تكملت بشكل كبير يعني في الزقافتنا مع انه طبعا فيه طبعا مع اختلاف منذ الوقت الدنيا صعبة بس تلاقي ناس كتير جدا حياتهم هنا بسيطة اه بسيطة ايوه صح ايوه هو نفس ده نفس الفكر المصري القديم وحتى حتى يعني لما المصريين فكروا يعملوا ثورة فوق ترامسيس التالت وقالوا احنا مش بناخد فلوسنا للعمال اول ثورة عمال في التاريخ تقريبا اه فده معناها انه عامل حاسس بامته وحاسس ان هو مش حد كده انا دايما بشوف اللي بيعمل ثورة ده هو حد عارف كويسة قوي حقوقه ومش مبسوط من الحال انه عنده حل احسن ده في اواخر يعني في اواخر يعني في نص الاسرة سبعمية قبل الميلة تقريبا مش شاطرة قوي في التواريخ مش بحفظ تواريخ سواء يعني around 1700 بي سي اي كده والوحش اللي كان بياكل العمعم اه مش بوع بوع يعني عمعم عمعم اه لا بس اكتشلي بالمصري القديم ما باعو اوكي اممكن تبقى جاية منها باعو اه لا باعينا خادص باعو اه ايوه باعو باع اه اممكن اه دي اللي بتاكل ايه لا ده الباعو ده كان spirit of a dead person اي think اه يعني روح الانسان المطافي ghost شبه يعني اه حاجة تخوف يعني اه دايب النفس يعني ايوه ايوه بالزبط اه يعني هو ده كان unusual بالنسبة بقيت الحتة اللي هي انهما مصر ما كانش بيحب انه هو يروح ويستعمر وكده دي كانت حاجة مختلفة عن بقيت اه بقيت الشوبة كان يعني الريت بتاع الحروب اللي كانوا بيدخولوا فيها كان اسرع بكتير ودايما بقى قبيلة تغير على قبيلة وخناقات وكده لكن مصري هو قاعد في مكان ممفسوط ومتكيف ويعني هو بنسبة لهم فيش مكان احسن من مصر يروح يعمل ايه هناك وما ليه حصلوا كده دلوقتي يعني اصلا هو برضو يعني لو الواحد بيؤمن بانه يعني كل حاجة بتحصل كده بشكل سيركلر ما هو انت اعرفها ابن خالدون يعني المصري القديم كان بيؤمن بفكرة ايوة سيكلك الهيستري ابن خالدون اولا حتحطها في فكرة سيري لكن المصري القديم كان بيؤمن بالسيكلك الهيستري اللي بيحصل بيت عيد يعني اكيد اكيد هيجي على مصر يوم كويس يعني ويعني دلوقتي مش اوحش حاجة الحمد لله تبعا نزلنا بقى ممتنين بالنسبة يعني حاجات اللي بتحصل حوالينا وكده كل حتة اوه طبعا فاحنا ممتنين وكل حاجة بس برضو يعني صحر جمده قوي وكده يعني يعني مش حاسة ان احنا عملنا حاجة وحشة قوي في الباست ان احنا حياتنا صعبة يعني ولا ايه مش عارف يمكن يعني مارش اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت أكيد كان في ملوك أشرار وأكيد كان في ملوك برضو أقل شرا أقل فسيدا وكان فيه فيه لأنه في الآخر دول كانوا بني قدمين إذا خلى أنه في الميثولوجيا المصرية الأديمة أنه الآليها بتغير من بعض فالإنسان كمان يحس أنه هو مشاعره السلبية دي مشاعر طبعية برضو إلى حد كبير أنه ممكن واحد يكره وممكن واحد يتمع ولأ وبنقرأ كمان لا مصر بالذات في العصر الانتقالي الأول المصريين اتهزوا كده تحسي أنه حصل في العصر الانتقالي الأول لما تقري الادمونيشنز اف اي بوير دي ويعني مصايب اي بوير تحسي أنه قد إيه حس أنه كل حاجة راحت وهو واضح أنه كان عنده اكتئب شديد يعني برضو عندنا كتابة تانية برضو اكتئب اسمها مصري القديم كان بيعتقد أنه عنده أروح أو يعني إنسان متكون من حاجات مختلفة زي الكا اللي هي شوية شبه القرين والرن الاسم والبا البا دا هو طائر بيطير فوق الإنسان أو زي الروح كده كا وبا وبا ورن العبار عن ايه بقى كا اللي هي القرين البا الطائر اللي بيطير القرين يعني ايه؟ الدول زي شبه هيك بس مش انتي يعني وما أنا كنت سمعت إنه كا دي زي زي طاقة كده بتبقى موجودة مثلا في الأرض لو حد أكل أكل مثلا حاجة مزروعة من الأرض أو كده لا زي فكرة البرانا اللي في اليوغا كده لا لا كان فيه عندنا كاستاتيوز يعني كان يرسم تمثال شبط شبه القاد يعني نسخة تبقى الأصل عشان الإنسان يفتكر الكاستاتيوز الكارين الدولت 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 والبا اللي هو زي الروح اللي بتطير فهو الإنسان روحه بقى الإنسان روحه الروح سبيرت بتاحته الرن الاسم الرن الاسم الاسم عشان كده لما أمحي اسمك أنا باخد جزء من هويتك من هو يوار وفيه بقى الأخ اللي هو الشادو اللي محدش يقدر ياخد الشادو الضل بتاعك غيرك فدول كانوا ما يكونوا الإنسان المصري القديم فالحكاية دي اسمها dispute between a man and his bar وليس يسمعها الأخ أخ أخ ضل فالحكاية دي بتقول إنه واحد بيكلم روحه بقى البا إنه عايز ينتحر عايز ينهي حياته فبتحكي يعني أنا بشوف هناك دي أول كتابة في علم النفس بزي فيه دلنهارده معالجين كتير قوي بيكلموا على writing therapy أو الكتابة تؤدي إلى الاستشفاء أو الاستشفاء بالكتابة الاستشفاء النفسي بالكتابة وحتى كتير دلنهارده من المعالجين يقولك لازم يبقى معاك نوتة كده تدون فيها أنت بتمر بإيه حسيس يوميا بناء على إيه أنت في الشغل طبعا مبسوط في البيت بتبقى زعلين فهي كتابة مهمة فهو غالبا الراجل ده كان بيعمل كده طبعا يمكن مش عارفين هالكاهن قاله تعمل كده عشان تخف ولا هو عمل كده لوحده فكتابة صعبة جدا بيحكي على الأذى النفسي اللي هو بيعدي فيه واحد واضح جدا أنه عنده اكتئاب درجة عالية يمكن أكتر من إيبوير وبيكتبه لكن في الآخر البع بقى هو بيتخيل أنه ده ديالوج بينه وبين البع بينه وبين روحه عارف لما حد كده يقعد آخر نهاري يأخذ ودي مع نفسه وإحنا حتى نقول لفظ ده بالعربي سيبني أنا محتاج أخذ ودي مع نفسي هو ده اللي كان بيعمله بيأخذ ودي مع نفسه بحيث أنه في الآخر غالبا يعني برضو الآخر بتاع الحكاية مش موجود ولكن في الآخر هو بيقارن مش هيئة النفس يعني زي دي أنه خلاص لأهم مش هيئة النفس هو يعني وده برضو أنه إحساس الانتحار وكده كانت حاجة مستهجنة جدا برضو أنه يعمل حاجة في نفسه يعني حاجة جديدة يعني حاجة مش بكاش مش آه بزرع فكمين أنا بشوف الأدب المصري القديم بيخليهم حس أنه فيش حاجة جديدة الناس كانت طولهم رهب تمر بنفس الأحاسيس الإيجابية والسلبية اللي احنا بنمر بيها زي ما كان سكت بيغير كان إبوار زعلان جدا من حال البلد السياسي واللي حصل في البلد وأنه فيش صاحب يتصاحب والراجل بتاع فتبعا بتلاقي بقى مثلا شوية مواعز بقى وحكم زي الانستراكشنز بتاعات يعني يا ابني ما تعملش وخلي بالك من مراتك وما يعني فيه برضو انستراكشنز أبوية كثيرة قوي كتب بتتعمل من الأب لابنه بنلاقي كتابات دي زي جونر برضو أنه اعمل كده وما تعملش كده وما تخمش في وزن الكيلة وما وانت بتوزن الأمحة للناس يعني أنا بشوف برب المصرين كان عندهم كود أخلاقي عظيم يعني ده يمكن ما كانش القانون المكتوب زي ما احنا بنشوف النهار ده ولكن كان فيه كده ناس بفترتها شايفها أنه عشان تفضل مصر الجنة لازم يبقى فيه عدل مجتمعي بين الناس وبين الناس والسلطة وكده يعني بتدرسوا الأستطير دي في المدارس أنا في مصر ولا مش موجود لا فلو حد مصري عايز يتعلم الحاجات دي يعني لازم يجيب كتاب هو احنا عندنا مشكلة كبيرة انه المحتوى بتاعلم المصريات المتاح في السوق ضعيف جدا بالعربي يعني أنا لحد النهار ده لما بقرأ عن الأدب بروح للكتاب لأول حد ناشر يعني مش أقول حد يعني أهم حد ناشر مليوم ليشتايم ودي توفت من كان عندها 90 سنة يعني احنا لسا بنرجع كتاب الأصلي القديم لأن ما بقاش عندنا كتب حديثة وحتى لو بتتنشر يمكن بتتنشر عدد قليل بس لهدف النشر القلمي ولكن غير متاحة يعني ما بنلاقيش دور نشر كبيرة يعني لو نزلت عديد تشارع للديوان أسأل أنا عايزة كتاب عن الأدب المصري القديم بالعربي مش هلاقي وإن كان أنا شايفة أنه أسرع من نحن ننشر كتب هو أن نحن نتيح الحاجات دي بشكل أونلاين أنا في رأيي أنه يمكن ده هيكون أسرع لانتشار المعلومة ولكن اللي يقوم بالكلام ده لازم يكون برضو هيئات علمية لأنه زي ما أنت في حاجات نيو إيج كتيرة برضو يعني ده لازم أنه يبقى في الحسبان لكن للأسف ده ما حصلش أنا شايفة أنه ده مفروض يكون مهمة وزارة الثقافة وزارة الصيحة والأثار يعني ده لازم يكون أنه فيه كده إحساس للتعزيز المحتوى العربي عن الترس المصري الأزيم على الإنترنت ده أسرع من الكتب الكتب مهمة ولازم تتعامل ولكن على بالما الكتاب يطلع أنا أقدر أحط المحتوى ده بشكل أسرع بكتير مفروض يبقى سهل دلوقتي مع AI وكذا يعني حاجات بتترجم بسرعة يعني الديزاين بتاع الويبسايت وكذا ولازم يعني تقوم بالكلام ده مثلا حاجة ساكمة القاهرة ده مجمعت فيها كلية أثار في مصر يعني لازم يبقى هيئات علمية معلوماتها موثقة عشان مش كل حد يكتب اللي هو عايزه والناس بتاخد المعلومات يعني هي مظبوطة يعني لازم اللي يكتب يبقى سلطة أكاديمية تقدر إن هي تقول أيوة ده الكلام العلمي اللي بيقوله البحث العلمي الناس تانية اللي عايزة تكتب بقى عن الأفكار بتاعتها وقراءتها هي هم أحرار بس ما يبقاش ما يبقاش هو ده المصدر الأول أكيد محاديش بيشتغل على مشروع كده دلوقتي في مص للأسف أنا ما عنديش حد يعني تاني برضو اللي بيحاولوا شوية بيعملوا شغل كويس قوي مركز الخطوط القاموس الأديم لأحمد كمال باشا لعمل قاموس مصري أديم مصري عربي يعني مصري أديم عربي أنا في رأيي ده هيبقى مفيد جدا إن هم ما يستكمل لهم ما نشرش الشجل طبعا مرياتو بيرلاكو يعني أفلوله كل السكك إنه ينشر القاموس بتاعه طبعا بسبب التحكم الاستعماري اللي كان في علم المصريات في قويل القرن العشرين ولكن الحالة اللي بيعملوه بقى مكتبة اسكندرية أنا دكتور أحمد منصور ودكتور عزة بيأخذوا أخذوا المانسكريبت الأديم بتاع أحمد كمال باشا وبينقحوه بيشغلوه بحيث إنه يبقى ينزل للمصريين لما يبقى عندي قاموس مصري أديم عربي لا يمكن يساعد الناس شوية إنها تتعلم اللغة المصرية الأديمة ويبتدي يتيح ليهم أفكار تانية مختلفة لكن أنا في رأيي المعلومات لازم تكون متاحة للمصريين باللغة العربية ولازم يكون فيه تشجيع من الدولة للنشر العلم أنا لما بيجي أترقى بأترقى بالأبحاث اللي أنا بنشرها بس باللغة الإنجليزية في دوريات علمية محكمة برا مصر أو جوا مصر ولكن لو غيرنا ده قلنا إنه عشان زود المحتوى العربي إنه نخلي إنه بدل ما بقدم ثمان أبحاث قدم سبع أبحاث باللغة الإنجليزية وأعمل كتاب باللغة العربية تبقى الدولة هي اللي بتنشره بتتيحه للجماعات والمدارس والمكتبات العامة وبدأ جزء من ترقية كل دكتور لأستاذ مساعد وأستاذ مساعد لأستاذ فده هيخلي إنه إنتاج المحتوى العربي أحسن فالموضوع محتاج تغيير سياسات كمان لو غيرنا السياسات دي أنا النهاردة عشان أترقى والخلاص أنا هعمل ثبع أبحاث والتامن هكتب كتاب اللغة العربية عن ناصر الأديمة في حاجة في تخصصي يعني يكتب الكتاب في تخصص بتاعه ويبقى أنا بسلمه اللي جاها معينة بتراجعه وتنقاحه حتى تعمله بي ريفيو وتنشره ويبقى متاح للمصرين يبقى كمان عندنا إنتاج علمي حقيقي بالعربي مش مترجمين كتب ومش مترجمين أفكار عن الأجانب ونننشرها يبقى جميل قوي يا ريت أنا شفت أنت عندك كتاب جديد تنشر تحب تحكي لنا عنه هو خلاص خارج من المطبع إن شاء الله أريد مبروك مرسي يلا يبارك فيكم هو بيحكي على مستقبل علم المصريات مع علم المصريات الماضي والحاضر والمستقبل إزاي بتدع علم المصريات ومشاكل موجودة في دلوقتي وإنه إيه بقى هو مستقبل علم المصريات نقدر إزاي إنه نغير الاستعمار الثقافي اللي كان بيحصل من خلال هالمصريات ده إنه يبقى جزء من الاهتمام المجتمعي ويبقى كمان جزء من التنمية ويبقى قادر إنه يخلي علم المصريات أكثر ديمقراطية من إنه بس محشور جوه الأبراج العجية للأكاديميين والمصريين بعيد جدا عن الحاجات اللي بيقروها يا البوستات اللي حيانا تبقى مليانة وغلطات أسارية وتاريخية على الفيسبوك لكن العلم الحقيقي لسه الحد دلوقتي محصور بس على الناس اللي بتعرف تقرأ تلات لغات الإنجليزي والفرنساوي والألماني وغير متاح للمصريين اللي هم أحفاد هذه الحضارة بس قلت هيبقى فيه هيبقى فيه نسخة بالعربي إن شاء الله ديكشنري لا مش ديكشنري هي نسخة من الكتاب بالعربي لا فيه حد بتقولي بتأحمد كمال بيشا مكتب تسكندري اسمه ايه؟ كموس 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 عربي مصري عربي مصري فده يبقى جميل جدا وليه أصلا ما يبقاش فيه option إن احنا ندرس اللغة المصرية القديمة في المدارس بس هم قالوا هم عايزين يبتدوا بس هم اللي إنه شايفين إنه مش هيخلي طلاب قادرين إنه يستعملوا اللغة في سوق العمل بعد كده يعني مش relevant لسوق العمل ولكن أنا شايفة إنه ممكن ياخدوا المبادئ في المدرسة ولكن يتعامل online كورسات متقدمة تكمل بقى معيهم يعني أنا في المدرسة بتديت أخذت مثلا الحروف الأصلية أخذت حتى اللي هما بنسميهم biliterals أو الحرف اللي صوتين أو triliterals الحرف اللي ثلاث أصوات ياخدوهم في المدرسة يعرفوا يقروا على الأقل يكتب اسمه بالمصري القديم ويفهم ويفهم إنه المصري القديم في منه هيراتيقي وديموتيقي وإبتي ويفهم الفيزاز المختلف وكتاب المدرسة كمان يوتيحه في حال إن أنت مهتم تقدر أن أنت تكمل بنا على الكلاس ده أنت مش هيجي لك أكتر من كده في الامتحان لو أنت بقى طفل مهتم تقدر تدخل باليوزر نيم والباسورد ده وتكمل الكورس ده أونلاين وده كمان مهم للتعليم أن أنت بتشجعي طالب منه هو طالب ابتدائي وإعدادي إن يكون عنده self learning أو تعليم ذاتي إنه مش كل حاجة المدرسة هتدي هاله هو كمان لازم يبقى عنده شغف ولازم يبقى عنده حبل مع فدول ويدور ورا الحاجة بس أنا بتحاله بتحاله باللغة العربية اللي قد تكون هي لغته الأولى يعني لو حالا يجي يشتري الكتاب الكتاب الجديد هيبقى على أمازون مش عارفة لسه النصخ هتوصل مصر إمتى بس يعني هيبقى متاح على أمازون وآي بوكس وكل المنصات يعني هو والدار النشر اسمها ميلفيل بريس تمام وبالعربي بنخلص تلوقتي الاتفاق بتاع إنه يتم نشره من خلال دار نشر هنا في مصر أو هيبقى متاح open source على الانترنت برضو طيب كويس باللغة العربية عزيم يعني مبروك مبروك كان في حاجة تانا اللي يعلقى بالسوتير وكده بيزيس وأزوريس طيب أنا كان ليا خالة بابا كان اسمها إزيس وكان ليا أخت اسمها نتو كريس وكان ليوم آخ اسمه رمسيس فأنا كان دي إزيس في العالم الزمان قوي كانو في السعيد بقى زمان في أبو الرأس واو كان عندي عمّة يعني عمّة كبيرة عمّة بابي عمّة والدي يعني خالته والعمّة خالته اسمها إزيس و نتو كريس خالة تانية وخال كمان اسمه رمسيس لو عايزين نبدي بودكاست على موضوع الأسوتير وكده يعني ايه القصص الأخرى أنا راستي نحكي بقى في حكاة حلوة اسمها destruction of mankind اللي هي حتحور بتزهق من البشر وبتقارن هي تموتهم كلهم أيوة ما هي at some point ما هي ده كمان بيوريكي إنه هم شايفين إنه أنت مش كويسة على طول وانت مش شريرة على طول هي نفس الفكرة بتاعت أزيس وزوريس وسات أوكي فهي بقى بتزهق من البشر ومن عميلهم السودة فبتقال هي تقتلهم كلهم وبنشوف بقى وش تاني الحتحور اللي هي مش بتشبع من الدم مع إنه احنا بقى بنشوفها البقرة الجميلة اللي عنها واسعة أو دنها جميلة وهي حتى حتى احنا في السعيدة عندنا ويقول لك لما البنت كده تبقى يعني قبل ما تبقى في الوقت ده يقول لك البنت حلاوة يقول لك البنت اللي حسيتها العجلة العجلة I think comes from حتحور إنه حتحور بلاست هر with beauty يعني ف ممكن نحكي على حكاية حتحور دي بتاع زي حتحور بقى الإلهة الحلوة الطيبة بتاعت اللي بتساعد الستات وهي بتولد إلهة الحب وإلهة الموسيقى بتاعت السيسترم زي بقى تزهق وتزرزر بين عميل يعني عميلهم بقى إنه البشر بي بيكتبوا بقى بيفونه هي مش مبسوطة منهم بقى بيعملوا عميل سود فبتقارن هي تخلص منهم هي كده اسمها ديستركشن مانكايند إنه اللي إحنا البشر دول إحنا اللي إحنا اللي إليها خلص مش عايزين هم تزيز فهي حكاية لطيفة يعني من تالي مش معروفة زي حكاية إزيس وأزوريس أوكي فممكن نحكي على الحكاية زي بتالي ديستركشن مانكايند هو فكرة التوفان موجود في مصر اللي إليها آآ هي فكرة النن إنه كان فوق الأرض كلها مية وبعد كده جه أتوم أوكي هي الفكرة دي موجودة أوكي وموجودة على فكرة مش بقى في مصر دي موجودة كمان في التراث بتاع ماسيبوتيميا اللي هو ما بين النهرين حضرات ما بين النهرين موجودة على الناس كتيرة فكرة التوفان آآ وفي كل الأديان آآ فهو يعني أتوم لما لما خلق جيب ونوت نوت أيوة ما كانتش الدنيا فضى كات مية كات مية مفيش مية مفيش أرض ومفيش سماء مية بس مية سودة مية غمقة لأن مفيش لسه شمس بس فبعد كده بقى يعني جيب بيخلف من نوت ويجيب رع ورع بقى يمشي في الدورة بتاعت كل يوم اللي فيها السيكلك الهيستري وهي دي فكرة أنه دايما حتى المصري القديم كده يعني الوزدم تاكس أو اللي بيسموها حكاية الحكم يعني حكم المصري أنه ما فيش حاجة جديدة أنه اللي بيحصل هيحصل تاني وهيجي زيه فهو كان دايما فيه إحساس أنه فكرة أنه التاريخ بيعيد نفسه دي الكلمة اللي احنا بنقولها اللي بعد كده ابن خلدون كمان عادها وقال أنه التاريخ برضو بيعيد نفسه طبعا معلأسف يعني مش بنتعلم خالص يعني علشان كده قال المؤمن بفكرة الحقيقة السابقة عشان أنا حاسس أن كل حاجة بتتكرر عشان إحنا نفس الناس عشان إحنا نفس الناس أو إحنا نفس الناس وشبنقرأ التاريخ فبنعمل نفس الغلطات صح أو ممكن إحنا بنقرأ التاريخ وبنعمل نفس الغلطات وبنقرر نفس الغلطات لأن إحنا عايزين نعمل نفس الغلطات يعني هي يعني هو أنا بشوف أنه التاريخ كمان بيدي الواحد كده إحساس أنه إحنا جدنا منين ورايحين فين يعني غير أن إحنا ما بنكررش الحاجات اللي إحنا عملناها قبل كده أو التاريخ بيقول لنا ما نعملهاش بسبب أنها مش هتنفع أنه التاريخ بيدي دايما دراسة الأثار والتراث وكده بيدينا إحساس إحنا كنا فين ورايحين فين إحنا مش بس موجودين في اللحظة دي إحنا بناء ثقافي وتاريخي كبير أو بيتحرك وبيروح وبييجي فطبعا ما نقدرش أبدا أن إحنا من خلال رايتنا ده نتوقع لها حصل في المساقبل ولكن نقدر نشوف باترنز بتتكرر في تاريخ وفي الحاضر خلس نحكي المرة جاي على حتحور اللي زهقت من البني أدمين حلو قوي دستركشن إلهة لطيفة زهقت يعني ودي قصة كل أم أيوة كل أم أنا بيجي عليها يوم أخاص بقى أنا زهقت في الأيال يعني والناس بتبقى مستغربة قوي لو أزاي الشخص اللي كان طيب قوي عمال يعمل أكل ده وكده مرة واحدة أنا زهقت منكم أنا همشي اشترا فيه طريق جوله زي كل أمهات ما بيقول فهي برضو حتحور صحية يوم كده شافت إنه البشر اللي هي كانت جزء من المساعدة في خلقهم مش نفعين فهي لازم تقفلهم وتعمل الناس جدا وقتلتهم كلهم هي بيحكي بقى أنه يعني هاته مثولوجي طبعا يعني هم المصريين فهمين بس نهاية بقى فهي I think برضو إنه ده يعني خلي بالك إنه ميزان معت ما يختلش لحسن حتحور تقلب علينا يعني إنه كل واحد يلحق نفسه بعدل ما تيجي حد من الأليها يقرر يخلص علينا كلنا واو أيوة نعم شكرا نعم شكرا نعم شكرا شكرا ويارب تكوني استمتعتي جدا جدا بسدت قوي في العيدة اشتركوا في القناة